الدكتور طارق العلي بخصوص عسارة المنتج ليش عسارة انت تسميها عسارة شنو العسارة يعني انت لما تقول عفو 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 بالأجور لما تقول عسارة حالة مو حلوة بحقنا ليش احنا اقول لك شركة صال لها فوق 25 سنة تقول لي عسارة لو عسارة كان الناس هددتنا ومشد خانا اقول لك شي بس نشتغل معاك ما قاعدت نشتغل معاك لا لا من يقول اشوف المسر يقول من وما اشتغل معاي اقلب الفنانين اطلع من وما سمر لا لا حبيبي ما سمر معاي اي خانا اقول لك شي معظمهم يشتغلون الحمد لله انا اقول لك ستغل معاي كثير وقلت لك انا بعضهم صار منتج وبعضهم ولي تيلة زيادة يروح صحيح عفو اي ممثل انا يجيني يقول لي وانت شوفهم بعد بلقاءات احنا ابو محمد انا يجيني واحد يقول لي ابو محمد ترى يعني عرض شوف هاي نقطة مهمة مومني انا يمكن انا هذي امكانيات اللي انا اعطيه زين اقول لا والله انا عندي كذا 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 هذي امكانياتي المادية اللي اقدر اعطيك اياها صحيح ياني عرض اقوله اروح تاي ليش لو اقول لك اسمنا عليك اقعد بيقعد بس بيشتغل مومد ازيده لا اسمع اسمع يمكن انا ما اقدر ازيده في هال فترة هذي زين انت لاحي مع تليفونك لا لا المهندس بدر لك ريباني اللي دائما عنده 500 الف نوع حمام ما شاء الله ما شاء الله بقولك شيء انا قضية ان انا ازيده ولا ما ازيده هذه عند الادارة وهذه ايضا في شغله في منتج يقط من حر ماله نعم غير لما تيه مثلا منتج مثلا تلفزيون او قناة تقولها هاك فلوس وتعال او ساعة من برة تقولي انا مساء عطوني اجري كامل حتى انا نعطي اجري كامل بالاتفاق معه كثير من المنتجين وبعدين تقولي انت ما انا يعني داود حسين الله ينسي بالخير استاذ عبد الرحمن العقل عبد الناصر درويش فنان حسن البلام ايضا اسماء واحد اشتغلت معي صحيح وقطيت ويبت وياي اسماء وايد انا هذي الشباب انت لاغرك الشباب ايضا ميزانية عفوا يعني هذا كل واحد اكيد اكيد صحيح معثلا احنا حوالي عشرين واحد هذه السمعة اللي طلعوها على الفروقي اذا ما تبي تشتغل معاي لا تطلع علي سمعة موزينة لو انا عسر ولا هذا شان ما خذيت مكان عود شان حطيت المكتب صغير شاي وماي كي عندي اهان اوقعك وخلص ما عندي انا بالشهر عندي مبلغ هالكبرى هالصوب انت اليوم تشغيل المسرحية خل الناس تعرف وناس اللي يقبلون عنها لا الحمد لله وما يقول عنها الا رابعنا ويتكلمون بشي لكن ابي كل واحد تشتغل معي هل انا مشاهدك وما خذيت حقك انت لما اناديك اقولك يا سعود تعال هذا دورك وهذا وهذا اجرك ليش توافق صح صحيح يمكن البعض يعني بالسوشال ميديا لما يشوفوا السرات المسرحيات تنزل يقارن يقول مسرح ابو محمد طارق العلي خلال من النجوم لا لا هذا لنجوم ترى هذي لنجوم والله يأكلون المسرح أكال كأبطال بالمهرجانات تدري كل واحد ما اخذ شم جائزة وهم يعرفون حتى يعني شوف وسطنا الفني يعرفون بعض الشباب هذي لعرفون بعض اليوم أنا لا يغرك ترى سعود وأحمد لهم محبين حتى للخوان المسارح الأخرى لهم جمهور لا لا حتى الأسماء اللي موجودة ما شاء الله تعال كلهم نفس اليوم من عندنا عندك أخوي عبد العزيز مسلم اليوم ياب نجمة كبيرة وأنا من الثاني سنة ديش مسرح الكبار بس تيجي الآخر نفس أستاذ الشباب اللي عندي بس في اسم وأنا شلو مؤسم لا أنت اسم سبحاني أنا أتكلم عبد العزيز مسلم ياب ودي حسين الفنان الدكتور طارق العلي ياب منو معه أحمد فري اللي يحبون الناس عود الله والله والنعم فيهم كلهم أفيني شي بس ثاني ترى هني أيضا هني يمشون أيضا بعضهم يمشي على مثل مسلسة رمضان تابعة خل روح نشوف صحيح المغياس أيضا نجاح النجم لا مو بسا هم بعد العيد المغياس نحن نتكلم بكل واقعية تحية لكل نجوم الشباب وتحية لمسرح فروقي يجب أن يعطي فرص لشباب المعهد وتحية لشريكك للساد عيسن العلوي لكن نحن نطرح بعض التساؤلات لا لا نشوف أنا بالأكس أنا لا أقرأ شي أنا أقول لك شي نحنك يا فروقي أنتجنا مسرحية اسمها مطلوب ليه أخونا ولدنا خارج مظفر وتكلفنا فلوس ها عفوا ليش ننتج يلا بس شفنا فيه طاقة لهذا ويبنى وعط ويبنى مؤلف يعني دفعنا فلوس واليوم هو الآن خالد بعد هذه قاتت دفعة كبيرة وقفوا عمل ثاني وانطلق يعني فروقي مو عسارة بالعكس اشتغلت وانتجت له وانطلق والولد أعرف أن يقول لك شي الولد استاهل خالد طاقة حلوة نعم ف